موسيقى لما بدأ الخطر يهرب مني لدرجة أنه مقتح مشاقيت وفتشوا فيها وقتانا إيه يا ابني في إيه انت حاست كي بقى جالي ليه إيه بس كده ده أنا بحبك انت اللي مستحقك بدر كده بدر إيه؟ لساعدة أخلى على 11 11 أنا أعزك في حاجة أجل أشتغر أشيب أجل أشتغر أشيب موسيقى الدعم اشتركوا في القناة استنى ده اوتوغراف اه اوتوغراف بخط مريم رياض جو قديم قوي يعني دلوقتي بقى ممكن تبعت مسجي على انستجرام للنجم اللي انت عايز ولو رد عليك تعملها سكرينشوت وتكنطط بيه على صحابك كمان طيب ابحث لي عن مزاكرات مريم رياض مزاكرات مريم رياض لا مفيش اي حاجة عنها ده برجع للصفحة الاوتوغراف عايشك بقى تطبع على الاوتوغراف ده وتنزل لك كل الاخبار والفيديوهات اللي نزلت عن مريم رياض ايه ده ده حب قديم ده اللي اهل قديم ايه ده ماتت بقى لها سنين ايه برضو مقفول ايوه انا مدا تقلق عمر هلال مطاخر كده انا خايف ليكون اللي ببالي حصل اللي هو ايه ها؟ هو في ايه؟ مبارح بروحت له البيت عشان نعيد مولاده ونجوم اللي بالي بالك وخدوه هم مين دول؟ مستاذ دراس ده موبايلي انا عارف انه هو موبايلك لازم نخلي بالنا المرأب عنده مطورد قوي بقى منها لسه طريط على طول لا انا مش ههم اي حاجة خلص من اللي بتقوله انت بتكلمني انا؟ هم اللي بكلم كنتي هم اللي بكلم همي بكلم هالك يا نورا لازم تتعلمي لغة الشفايف انت دلوقتي كصحفية هم سمعينك في اي وقت وفي اي حدة في الدي هم مين دول؟ ادخل سواه الخير يا فندم سواه الخير لازم تكون متحمس البلد الفترة دي بتمر بظروف صعبة تفجيرات في أكتر من المكان والآيام الجاية صعبة قوي احنا ما نروحش بيوتنا عشان كده عاوزك تشد حيلك معنا كان الله في لون يا فنم طبعا مع حضرتك بس 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 إيه؟ أصلا يا فنم أنا كنت جاي أقدم على أجازة أجازة؟ هو أنت اشتغلت عشان تطلب أجازة؟ أه أجازة جوازة فنم هو أنت لسه ما تجاوزتش؟ لما ربنا أعزن بقى فنم لا إن شاء الله ربنا أعزن بس أجلها عشان خاطر البلد تمام فنم تحتعمل صعبتك راوف خد ملف ده ده ملف الصحفي هلال كامل صحفي مش سهل أي مقالة منه تقلب البلد وأشغال في جريدة مشكوك في تمويلها بس هلال كامل صحفي نظيف عشان كده كنت عايز يكون عيني هناك وهو رفض عاوزك تدرس ملفه كويس ما يفهم فنم تحتها بمساعدك بعد إذن جنابك أفضل أنا بنتي محبوسة فاضية غريمان اشتريت جهاز لبنتها عشان تجوزها ومضت شيكات على نفسها ومقدرتش تسددها يا حج النوع ده من القضايا أنا مش بقبله شوفي محامي صغير معلاش يا بنتي إلهي باركلك إلهي ما تتحط في ديقة أبدا أنت عارفة أتعابي ممكن تبقى كامل يا بنت أنا جتلك لما شفتك في التريفيزيون كنت بتقول إنك بتدفع عن أي حد ظروفه على قده ومن غير أتعاب آه طب ثواني ده موقف تحطيني فيه والله إما كنت عارف عيزاك في إيه طب اتصرف ألو أيوا يا سيد إمتى حصل ده أنا أسف ماما معلش الأستاذة مستعجلة عندها قضايا لازم تلحقها سيب لنا تليفونك وإن شاء الله أول ما تفضح هتكلمك على طول أيوا فعلا دي رويتي أنا كتبتها الحقيقة من سنين وكانت هتصور فيلم بس ما حصلش نصيب مين اللي كان هيعمل بطولة الفيلم ماريام رياض اللي أرحمها بس لأسف ما كملتش أنت تعرف ماريام رياض شخصيا الحقيقة كلمتني مرة عشان أروح أشرب في نجال قهوة عندها في البيت وكانت معجبة جدا بالرواية أنا هتجنن وأعمل دور البطرة اللي في الرواية من ساعة مقارتها وأنا عمالة أتخيل كل كل كلامها وأفعلها وكمان عجبني جدا الألغاز اللي بتزهلها في رحلتها وطريقة فكها للرموس بسيطة خالص أول ما يبقى فيه منتج ونمدي معاه أنا هبدأ فورا أحولها لإسناري وإحوار طب ومشروع الفيلم ماكملش ليه للأسف مافيش منتج يتحمس المنتج لماريام الله أرحمها لأنه في آخر أيامها أفلامها ماكنتش يتحقق أي راضات أنت مهتم قوي بالموضوع ده ليه؟ لا أستانا أنا بكتب مخالة عن ماريوم يعني ممكن أخد نسخة من الرواية ما انت بات نسخة هاي؟ لا أستانا دي ورقها مقطع ومبقع وحاجة كده مش عارف أقراء كويس يعني انت كنت فين؟ خضتنا عليك الحمدل كنت فين كل ده ليه؟ فين وليد بتاع الأرشيف؟ موجود؟ عايزوا ليه؟ عايزوا يجهز لي كل اللي كتب عن ماريوم رياض ماريوم رياض؟ ماريوم رياض؟ وأنت يعني أخطف ماريوم رياض وأنت كنت تعرفها؟ لا يعني أتقابلنا كم مرة كده أه؟ أيوة بس دي واحدة انتحرت من ثمان سنين إيه اللي فكرك بيها؟ مين قالك إنها انتحرت؟ جرى يا أهلال ما كل الشهود والتحقيقات أكدوا إنها كانت حدثة انتحار وبعدين إنت إيه اللي يخليك تنقرب ولو منضوع تقفل من زمان؟ إيه ده؟ مش فاهم؟ على ما تشى بقى هوتي وافهم هبقى فاهمة كرام مهما برضا حاولت مش هتقدر تكسرني احتياجي ليكو مش مقدرني أب و أم مش معايا يبقى الضهردة مش ورايا مهما حاولت إن أغير برضو باخد على قفايا نظام غريب وفاشل مضفش أي حاجة فصصكوا حتة حتة و سبعة أولكو في التلاجة بس إنت لو تركز بسيئتك تغير هتلاقي الفعل سهل كده والككرة في الإرادة تطيف مرة قالي لو تتعب لازم تنول اجري بجد و إحنا ما تركزش إنك تقول لحتى ربك قال لكل مفتهد النصيب احمد ربك عن نعمة و عاملنك تسول الفكرة إنك ممكن تبقى جاره فكرة أو حدث باصس لكل الناس و حاسس إن كل تعبت إيه يا عمّ إنت في إيه؟ انت بتوقف البروفيل إيه؟ بس 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 يا شاب في إيه يا أستاذ شريف زيزو الحفلة اللي فاتت حصل لنا مشاكل كتير بسبب كلمات أغانيكم و إنت وعدتين للحفلة دي كلمات أغانيكم مش هبقى لها علاقة بالسياسة خلص إحنا بنقدم حاجة لها علاقة بينا وبجلنا زيزو إنتوا مهوبين و أنا عارب ده غنوا حاجة ما تعملناش مشكلة و الحفلة اللي فاتت الحمد لله اللي هي عدت بالعافية و أنت فاكر المشاكل اللي حصلت المرة اللي فاتت و مش فاكر من الناس كتب مبسوطة بينا؟ مش موضوعي استهرف يا زيزو ما تهرف عالي ليه؟ الحفلة بكرة مفيش وقت وبعدين الناس اللي دفع فلوس وجاية تحضر حفلتنا دي جاينا عشان المزيكة بتاعتنا مختلفة سبونا بقى مننا ليه؟ خلاص اعتبر الحفلة تلغت مفيش حفلة يا جماعة إيه يا جماعة في إيه؟ احنا هنسيب أستاذ مصطفى فهمي دال غنة الحفلة؟